إنشاء قواعد التقدير رابريكس إن القاعدة رابريك هي عبارة عن أداة تقييم لسرد معايير التقييم الخاصة بالواجب أو أي نشاط مقالي مقيم وتوفر وسيلة لنقل توقعاتك إلى الطلاب فيما يخص جودة الواجبات المكتملة يمكن للقواعد مساعدة الطلاب على تنظيم جهودهم لتتوافق مع متطلبات الواجب أو النشاط المقالي المقيم سنتعلم في هذا الدرس ما يري إنشاء قاعدة جديدة تحرير شبكة معايير القاعدة في البداية سنذهب إلى لوحة التحكم ثم نحدد أدوات المقرر الدراسي تظهر قائمة ممتدة نختار منها القواعد لإنشاء قاعدة جديدة اضغط على إنشاء القاعدة من شريط الإجراءات اكتب الآن اسم القاعدة الاسم هو نص العنوان الذي يظهر في القاعدة بشكل اختياري اكتب وصفا للقاعدة لتسهيل اقترانها بالواجبات ذات الصلة قم بتحرير شبكة القاعدة من تفصيل القاعدة اختر نوع القاعدة وفقا للإحتياجات الخاصة بك في هذا المثال سنحدد النسبة المئوية وهي النوع الافتراضي لنوع القاعدة قواعد التقييم تتكون من صفوف وأعمدة الصفوف تتوافق مع معايير مختلفة لتقييم الواجبات ويمكن تحرير مسميات هذه الصفوف من خلال فتح القائمة الخاصة باسم الصف ثم كتابة الاسم الجديد ثم حفظ الأعمدة تتوافق مع مستوى الإنجاز لكل معيار يمكنك إضافة صف جديد إذا أردت إضافة معيار جديد من خلال إضافة صف أو إضافة عمود جديد إذا أردت إضافة مستوى إنجاز جديد من خلال إضافة عمود لتغيير أحد مستويات الإنجاز في أحد الأعمدة افتح قائمة اسم المستوى الإنجاز ثم اكتب الاسم الجديد ثم حفظ الآن أدخل معلومات كل خلية في القاعدة تستطيع ضبط النسبة المئوية الموزونة لكل معيار على حدة وفقا لتفضيلاتك أو استخدام زر موازنة التقييمات للحفاظ على جميع المعايير الموزونة متساوية ثم حدد النسبة المئوية لكل مستوى من مستويات الإنجاز الآن اضغط على إرسال نشاهد الآن ظهرت القاعدة الجديدة في صفحة القواعد الرئيسية بإمكانك الآن إقران أو إضافة هذه القاعدة عند إنشاء العناصر المقالية المقيمة مثل الواجبات المدونات والويكي والمنتديات المقيمة وكذلك عند إنشاء الأسئلة المقالية والإيجابة المختصرة وأسئلة الاختبار الذي يستلزم تحميل ملفات وسنتعلم في الدرس التالي كيفية ربط قواعد التقدير رابريكس مع العناصر القابلة للتقييم شكرا لمتابعتكم